العقل تسامى بالفكر والوعي شعارا للعمر بغد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري إرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أهلا بكم أحبة الطلبة في الصف الثامن مع الفصل الثاني وفي الوحدة الرابعة تحليل أنظمة المعادلات الخطية وحلها عنوان الدرس هو حل أنظمة معادلات بيانيا والهدف هو أن يحل الطالب نظام معادلات بيانيا دعونا نستذكر معا تنثير المعادلات الخطية بيانيا لدينا المعادلة y تساوي 2 على 3x ناقص 2 في البداية سوف نعتمد على مقطع y وهو الرقم الذي يكون بمفرده وهو سالب 2 وذلك من خلال تحديد على محور y فنحدد النقطة سالب 2 على محور y بعد ذلك سوف نستخدم الميل وهو الرقم المرافق لx الذي يمثل التغير الرأسي أي التغير في محور y على التغير الأفقي أي التغير في محور x وهو 2 على 3 أي نصعد إلى الأعلى بمقدار وحدتين بعد ذلك إلى اليمين بمقدار ثلاث وحدات هكذا نكون قد حددنا نقطتين لرسم المعادلة بعد ذلك نقوم بتوصيل النقطتين باستخدام المسطرة هكذا دعونا نحل مثالا آخرا معا لدينا الآن المثال y تساوي سالب 2x زائد 1 في البداية أيضا سوف نعتمد على مقطع y ونحدد الرقم 1 على محور y وهو هنا سوف نستعين به التغير الرأسي على التغير الأفقي سالب 2 أي سالب 2 على 1 سالب 2 للأسفل ننزل بمقدار 2 على 1 إذا 1 إلى اليمين هكذا نكون قد حددنا النقطتين على المستوى ويبقى أن نوصل بينهما باستخدام المسطرة أحبتي الطلبة إذا كان النظام المعادلات يتقاطع في نقطة واحدة فإن النظام له حل واحد وهو النقطة التي تقاطع فيها المستقيمين وهي هنا سالب 2 و 1 بينما إذا كان النظام رسمة معادلة واحدة فهذا يعني أنها تقع كل النقاط على نفس المستقيم ويوجد عدد لا نهائي من الحلول والحالة الأخيرة هي أن يكون المستقيمان متوازيان أي لا توجد نقاط تقاطع بينهما ولا يوجد حل في هذه الحالة كما بالشكل هذا دعونا الآن ننتقل إلى حل السؤال الأول السؤال الأول حل نظام المعادلات التالي بيانيا المعادلة الأولى وي تساوي 3x زائد 1 والمعادلة الثانية وي تساوي سالب 2x زائد 1 سوف نعتمد على مقطع وي وهو العدد واحد هنا فنقوم بتمثيل العدد واحد على محور وي بعد ذلك الميل هو الثلاثة أي أننا سوف نصعد إلى الأعلى بمقدار ثلاث وحدات ثم إلى اليمين بمقدار وحدة واحدة والآن نقوم بتوصيل النقطتين هذا هو تنتير هذا المستقيم هو تنتير المعادلة الأولى بعد ذلك سوف نستعمل مقطع وي في المعادلة الثانية وهو النقطة واحد إلى الأسفل بمقدار وحدتين ثم إلى اليمين بمقدار وحدة واحدة بعد ذلك نقوم بتوصيل النقطتين لاحظ أن هذا النظام له نقطة لاحظ لاحظ أن هذا النظام له نقطة حل واحدة وهي النقطة صفر وواحد إذن حل النظام هو النقطة صفر فاصل واحد والآن دعونا ننتقل إلى حل السؤال الثاني السؤال الثاني حل نظام المعادلات التالي بيانيا المعادلة الأولى وي تساوي أربعة اكس ناقص اثنين والمعادلة الثانية هي وي تساوي أربعة اكس زائد اثنين في البداية سوف نعتمد على مقطع وي لرسمه على محور وي وذلك بتحديد النقطة صفر اثنين على محور وي ثم نعتمد على ميل المعادلة وهي أربعة التغير الرأسي أربعة وحدات إلى الأعلى بعد ذلك وحدة واحدة إلى اليمين والآن نوصل بين النقطتين باستخدام المصدرة الآن سوف نقوم برسم المعادلة الثانية بالاعتماد على مقطع وي مقطع وي هو من تحديد نقطة اثنين على محور وي بعد ذلك بالاعتماد على الميل وهو الرقم المعادل للمتغير اكس إلى الأعلى بمقدار أربعة وبعد ذلك إلى اليمين بمقدار واحد بعد ذلك نقوم بتوصيل النقطتين باستخدام المصدرة لاحظ أن هذا النظام لا يتقاطع بأي نقطة إذن فإن هذا النظام ليس له حل الآن دعونا ننتقل إلى السؤال الثالث السؤال الثالث حل نظام المعادلات التالي بيانيا المعادلة الأولى وي تساوي ثلاثة اكس زائد واحد والمعادلة الثانية وي تساوي واحد زائد ثلاثة اكس لاحظ أن مقطع وي للمعادلتين هو العدد نفسه واحد سنقوم بتحديد على محور وي ولاحظ أيضا أن الميل هو نفسه للأعلى ثلاثة وحدات ثم إلى اليمين بمقدار وحدة واحدة إلى المعادلتان متطابقتان إذن يوجد رسمة مستقيم واحدة لهما وهذا النظام يتقاطع بعدد لا نهائي من النقاط إذن يوجد عدد لا نهائي من الحلول هكذا أحبة الطلب دعونا نراجع معا ماذا علمناه اليوم يمكن حل نظام المعادلات الخطية إما أن يكون لحلها نقطة تقاطع واحدة كهذه ويكون للنظام نقطة حل واحدة وهي ها هنا النقطة سالب اثنين وواحد أو كما في الحالة الثانية يكون الحل عبارة عن رسمة مستقيم واحد وتقع كل النقاط على نفس المستقيم أي أنه يوجد عدد لا نهائي من الحلول والحالة الأخيرة أن يكون المستقيمان متوازيان ولا توجد نقاط تقاطع أي أنه لا يوجد حل للنظام أتمنى لكم الفائدة والنفع في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته